موسيقى تشرة أخبار ثانية من راديو وقناة يمن شباب ونبدأها بأبرز العناوين موسيقى الجيش الوطني يسيطر على مثلث حيصة الخوخة ويبدأ استعادة مديرية التحيطة موسيقى أمهات المختطفين تكشف عن حالة وفاة جديدة لمختطف تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء موسيقى وأيضا نغارات للتحالف تدمر مخزن أسلحة وأليات قتالية تابعة للميليشيا في الجوف موسيقى من عنوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم أعلن الرئيس عبد ربو منصور هادي أن برنامج إعادة الإعمار في اليمن سينطلق في المحافظات المحررة مع بداية العام المقبل 2018 وقال هادي لدى استقباله نائب رئيس الاستقبالات العامة السعودية أحمد العسيري وسفير المملكة لدى اليمن محمد سعيد الجابر إن لجنة التنسيق والمتابعة قد أعدت تصورا مبدئيا وستعمل على مناقشته مع المشرف العام لإعادة الإعمار هذا وقال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح أن الحكومة الشرعية تبدل جهودا حثيثة لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ومحاربة الإرهاب وأضف خلال لقائه وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لستر بيروت على هامش قمة الأمن الإقليمي الثالث عشر في العاصمة البحرينية قال إن استعادة الدولة والقضاء على الإرهاب في مقدمة أولويات الشرعية من جهته أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استمرار دعم بلاده للشرعية وحرصها على تحقيق السلام ومصلحة اليمنيين أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح فوتول أن الشرعية وبدعم من دول التحالف مستمرة في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب والحد من تهريب إيران للأسلحة وأعرب محسن خلال لقائه في العاصمة البحرينية قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف عن أمل القيادة اليمنية في تعزيز علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بالمجال العسكرية ويمنح من أعمال إيران والجماعات الإرهابية العدائية تجاه أمن اليمن والمنطقة من جانبه جدد المسؤول الأمريكي رفض بلاده لأي تدخل إيراني ودعمها للسلطة الشرعية وليستعادة الدولة وأمن وسلامة الشعب اليمني مساعي تهويد القدس أثارت غضبا عربيا وإسلاميا بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في خرق للانتقادات أو الاتفاقات الدولية وزعزعة للاستقرار في المنطقة في ظل وهن النظام العربي ونسيانه للقضية المركزية وانشغال البعض بتسول التطبيع وتسويقه يوقع دونالد ترامب سك تنازل آخر للاحتلال الإسرائيلي ويعلن القدس عاصمة لليهود قرار أمريكي يأتي تأكيدا ودعما للمشروع الإسرائيلي ودورا أكثر خطورة لمشروعها في المنطقة العربية والشرق الأوسط إدانات عربية وإسلامية رسمية وتحركات شعبية واسعة احتجاجا ورفضا لهذا القرار السافر وغضبا من التحرك الأمريكي الذي يمس مكانة القدس وقدسيتها ويجب التصدي له والدفاع عن شرف الأمة يعمل الصهيينة بدعم أمريكي كبير وبخطوات مدروسة لتهويد القدس بحسب مراقبين وما بين وعد بيلفور عام 1917 وإعلان ترامب 2017 يتساءل كتاب عرب كيف ستتلو مساجدنا آية الإسراء وقد بطر الأقصى منا وصار خارج السياق الإسلامي وعاصمة لدولة الكيان الصهيوني الغاصب يرى مراقبون قرار الرئيس الأمريكي ترامب مهددا للسلام وخرقا للاتفاقات الدولية الأمر الذي دعا القوى الوطنية والإسلامية أن تعلن إضرابا شاملا في القدس المحتلة بعد أن أكدت حركة حماس أن هذا القرار التهويدي سيفتح أبواب جهنم على المصالح الأمريكية الجهود العربية الرسمية لإيقاف هذا القرار لا ترقى إلى مستوى حجم المصيبة الأمريكية بحق القدس غير أن سيل الشارع العربي والإسلامي الهادر وتهديده مصالح أمريكا وربيبتها إسرائيل في المنطقة هو الضغط الأكبر للتراجع الأمريكي عن هذا القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا لقرارات المجتمع الدولي ويعلنون التصعيد على كل المستويات حتى التراجع الأمريكي على هذا القرار الذي سيزيد من تعقيد عملية السلام الهشة في منطقة الشرق الأوسط كشف العقيدة عبد الباسطة البحر نائب ناطق محور تعز العسكري عن تحركات للجيش الوطنية لرفع الحصار عن مدينة تعز من الجهة الغربية وقال العقيدة البحرين حملة عسكرية خرجت بالمعسكر خالد بن الوليد باتجاه شرق المعسكر إلى منطقة مفرق المخى ومنطقة البرح حيث تدور معارك عنيفة في تلك المناطق هذا وسيطر الجيش الوطني على مثلث حيس الخوخة وبدأ دخول إلى مديرية التحيطة ثالث مديريات محافظة الحديدة التي تصل إليها قوات الجيش الوطني وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني قامت بتطويق مدينة حيس التي تبعد عشرة كيلو متر عن مدينة الخوخة وبدأت عملية تمشيط المزارع والطرقات شمال حيس كما دخلت وحدات من الجيش الوطني مديرية التحيطة الساحلية ووصل الجيش إلى مزارع الفزة في ضواحي مديرية بيت أعلن الجيش الوطني تحريره منطقة تبيشن شرق محور البقع بمحافظة صعدة وذلك عقب معارك الضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وأشر مصدر ميداني إلى أن قوات الجيش خضت مواجهات مع المليشيا في منطقة أنبيشن الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي صعدة والجوفة دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزنا للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية في خب الشعف شمال الشرق محافظة الجوف وقال مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف استعدفت بسلسلة غارات جوية معسكرا تدريبيا للمليشيا الانقلابية في منطقة اليتبا وأسفرت عن مصرع عدد كبير من عناصر المليشيا وتدمير آليات قتالية ومخزن للأسلحة وإحراق مدرعتين أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه تبا القرن وقبل هان على الغربي من مدينة تعز وأفاد مصدر عسكريا قوات الجيش تصدت لمحاولة التقدم وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع بعد أن أوقعت قتل وجرح في صفوفهم إلى ذلك شنت قوات الجيش الوطني هجمات استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة سرواح غرب محافظة مأرب وقال مصدر عسكريا القوات قصفت عدة مواقع في وادي الربيعة ومنطقة مورة ونصيب ومواقع غرب جبل الأشقري في جبهة سرواح يواجه المؤتمر الشعبي العام خطر الانهيار التام بسبب وجود توجهات لاستمرار تمرده على الشرعية والتي يمثلها الرئيس هادي مما يضع الحزب على أعتاب مرحلة النهاية الحتمية ويلغي فرصته في الاتحاد تحت راية الشرعية لم تجف دماء صالح بعد وجثته لا يزال مصيرها مجهول بين من يؤكد دفنها اليوم في سنحان مسقط رأسه وبين من يشير إلى أن الميليشيات الحوثية الإيرانية قررت إخفاء مصيرها والتلاعب بها كما جرى مع مؤسس الجماعة المتمرد حسين بدر الدين الحوثي ورغم ذلك تتسابق قيادات مؤتمرية لتقسيم حزب المؤتمر كما جاء في تحذير أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لحزب المؤتمر الشعبي العام بن دغر حذر من تقسيم المؤتمر ودعا قيادات الحزب إلى عدم اتخاذ خطوات تقسيمية فيما تصر قيادات في المؤتمر على الذهاب بعيدا عن الشرعية الحرب مع الحوثيين ومع إيران يؤكد بن دغر وبالتالي فلا داعي لتقسيم المؤتمر عبر إصرار قيادات فيه على اتخاذ عبد الرب منصور هادي عدوا للحزب فهادي كما يقول بن دغر في رسالته لقواعد وقيادات الحزب هو رئيس المؤتمر ومحاولة الدفع بالحزب بعيدا عن راية الشرعية فذلك يعني أن المؤتمر سينهار وتواجه تركة صالح مصير شتات والجزء الأكبر من المؤتمر يخضع تحت الإقامة الجبرية فيما يشبه عملية بسط قصرية قامت بها الميليشيات الإيرانية هناك قيادات في الحزب تصر على أن يعود الحزب لشرعية وتحت لاية هادي والبعض الآخر يريد عودة نجل صالح وتسليمه مقاليد الحزب في حين لم يجرؤ في بيان نعي والده على تحديد الجهة التي قامت بعملية التصفية فما هو مصير تركة صالح وسط كل هذه التجاذبات والأجندة الشخصية لقيادات الحزب التي لم تحترم دم قياداتها الراحلة قالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية أن انتهاكات حقوق الإنسان والتي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران جرائم لا تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه مرتكبي تلك الانتهاكات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام ودعى البيانة لمنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى توثيق ورصد جرائم ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ بدء الانقلاب وحتى اللحظة خاصة في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق التي لا تزال تحت سيطرتها حمل المرصد الأعلامي اليمن ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجازها واحدا وأربعين أعلاميا من العاملين في قناة اليمن اليوم منذ أكثر من ستة أيام في مكتب القناة جنوب العاصمة صنعاء وذلك وسط ظروف غامضة تهدد حياتهم بالخطر وقال المرصد المحتجزين بينهم كبار في السن ويعانون من الأمراض ويتعرضون لتهديدات تمس حياتهم وظروف احتجازهم سيئة للغاية وطلب المرصد المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والحريات الصحفية للعمل عن الإفراج عن الإعلاميين المحتجزين في مكتب قناة اليمن اليوم ومن سبقهم من المختطفين في سجون الميليشيا الحوثية هذا وكشفت رابطة أمهات المختطفين عن حالة وفاة جديدة لمختطف تحت التعذيب في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء وقالت الرابطة في بيان أنها طلقت بلاغا من أسرة المختطف إحسين عبدالله أخطر يفيد بمقتله تحت التعذيب وأشارت إلى أن أخطر ويبلغ من العمر خمسين عاما تم اختطافه في الحادي عشر من شهر أكتوبر الماضي وتعرض للتعذيب بطريقة وحشية ضربا وحرقا في النار في أماكن متفرقة من جسمه وأكدت الرابطة نايطالة أمد قضية المختطفين والمخفيين قصرا دون حل عادل وعاجل تزيد من الانتهاكات والممارسة بحقهم وتتحمل جماعة الحوثي المسلحة الموالية لإيران حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قصرا والتي يتوجب أن تطلق صراحهم دون قيد أو شرط قضت ميليشيا الحوثي على ما تبقى من هامش للحريات في مناطق سيطرتها وأصل بها التوجس إلى تفتيش جوالات المواطنين في الشوارع العامة والعمل على إغلاق مواقع التواصل في محاولة لإغلاق البلاد لم ينتهي الأمر بعد في صنعاء بعد قتل الحوثيين لشريكهم في الانقلاب صالح تضيق دائرة الحريات وتزداد الصورة العامة قتامة وسوادا في صنعاء من كان يظن من المؤتمرين أن الأمر انتهى عقب الإنقلاب وأن دوره في الإذلاء بمعلومات وبلغات عن المناوئين للإنقلاب سيشفع له لم يشفع له ذلك ودارت الدائرة عليه صار المبلغين عن الناشطين والسياسيين مبلغ عنهم والمطاردين مطاردين قتل صالح وتوزع أنصاره بين متحولين حوثيين محتفين بمقتله وبين محتجزين في البيوت وفي الزنازين وبين قتلى تم تصفيتهم تقول المعلومات الآتية من صنعاء إن العديد من القيادات العسكرية والمبنية وأقرباء الرئيس السابق يواجهون مصيرا مجهولا ويساور أهالي الضحايا قلقا وتخوفا إثر انقطاع أخبارهم وانتشار معلومات عن عمليات قتل وتصفية لتلك الشخصيات حملات اختطافات بالجملة نفذها الحوثيون بحق أنصار صالح وتقول منظمات حقوقية إن الحملات تسببت في فرح حالة من الرعب والخوف في جميع مناطق سيطرة الحوثيين حيث رصدت منظمة سام العديد من المداهمات والاقتحامات الممنهجة لمنازل قيادات مؤتمرية في صنعاء والمحويت وعمران وحجة وفي منطقة سنحان وفي المناطق المحيطة بمنزل صالح في صنعاء سام قالت أيضا إنها تلقت معلومات مؤكدة عن وصول شاحنات مليئة بالعديد من المدنيين تم إدخالهم السجن المركزية في صنعاء وسجون أخرى خارج أمانة العاصمة واختطف الحوثيون العديد من النساء اللواتي تظاهرن للمطالبة بالإفراج عن جثة صالح واقتادوهن إلى جهة مجهولة سعار وتوحش حوثي وصل إلى حد تفتيش جوالات المواطنين في الشوارع بشكل فجائي والبحث عن محتوى أجهزتهم عن أي مواد معارضة لهم حسب حديث الناشطين عن حملات البحث المكثفة في مختلف الشوارع والمناطق داخل العاصمة صنعاء وتنتشر فرق نسوية أمنية تابعة للميليشيا في عدد من الأحياء تداهم المنازل للبحث عن أشخاص وتفتش الأجهزة الإكترونية وتقوم بإرسال من تشتبه فيه إلى السجن لم يتوقف تصعيد الميليشيا على المناطق الخاضعة لهم بل امتد إلى العالم الافتراضي حيث حجبت مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية ووضعت يدها على خدمة الإنترنت في خطوة تشكل هيمنة الجماعة المسلحة على وسائل الإعلام ومواقع الإعلام الجديد لتنضم إلى مئات المواقع الإكترونية المناوئة لهم التي تم حجبها منذ قرابة ثلاثة سنوات بدأت السلطات المحلية في محافظة المهرى مشروع على استجابة الطارئة والذي يشمل توزيع مواد إيوائية بدعم منظمة الهجرة الدولية وتنفيذ منظمة ديفيرستي ويهدف المشروع الأسر أو يستهدف المشروع الأسر النازحة والتي استقرت في قرى مديرية الغيضة وأقل خليل عبدان منصق منظمة ديفيرستي بالمهرى إن المشروع يأتي ضمن مشاريع توزيع المواد الإغاثية والإيوائية للنازحين من مناطق المعارك والمواجهات إلى مدينة الغيضة وعدد من مديريات محافظة المهرى إلى ذلك أطلقت السلطات المحلية في محافظة المهرى موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وقال وكيل أول المحافظة مختار محمد بن عويد الجعفري إن التدشين يأتي في إطار الارتقاء المعلومات والإعلام للمحافظة وإبراز مختلف الأنشطة فيها هذا ودشنت السلطات في محافظة المهرى العمل في سفلتة وتأهيل شوارع في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة كشف عن خطة للسلطة لإنشاء طرق جديدة وسفلتة 800 كيلو متر في عاصمة المحافظة وعواصم المديريات تضم 45 مشروعا وبكلفة إجمالية تتجاوز 300 مليون دولار بدأت عملية إعادة الأعمار في تعز انطلاقا من الجامعة فيما تقول السلطة المحلية للمحافظة أن إعادة الإعمار تركز في مرحلتها الأولى على خمسة قطاعات بعد عامين ونيف من تدمير السكن الجامعي الخاص بطالبات جامعة تعز من قبل ميليشيا الحوثي بدأ يعود للخدمة تدريجيا سكن الطالبات مشروع حلم بالنسبة للجامعة لأن هذا المبنى تعرض لقصف صاروخي في الدور الثاني 60 مليون ريال يحتاجها المبنى المكون من خمسة أدوار لكي يعود على ما كان عليه مبلغ رأت عمادة الجامعة أنها لن تتمكن من توفيره فأعدت خطة تمكنت من خلالها مؤسسة معاذن التنموية من ترميم وتجهيز الدور الأول وهو ما شجع قطاعات أخرى للمساهمة في تجهيز الدور الأخير مشروع سكن الطالبات الرقج مؤسسة معاذن التنموية منذ الوهلة الأولى لم نجد التفاعل المطلوب من قبل الجهات المانحة فأبينا إلا أن نخرج السكن بهذه الصورة التي ترموها اليوم السلطة المحلية أفصحت خلال فعالية التدشين التي عقبت مراسيم افتتاح السكن عن بدء إعادة الإعمار بتاعز نجد الشينا اليوم في السلطة المحلية مشروع الإعمار بداية خصصت لخمسة قطاعات التربية والتعليم الصحة المياه والنظافة التحسين خلود الحميدي من منطقة العدين توقفت عن الدراسة لمدة عامين عام بسبب الحرب والآخر لعدم توفر سكن تعيش فيه لتتمكن من إكمال عامها الدراسي الأخير نما فان يروح مستقبلنا إحنا الطالبات بنات الأريات فان نروح إحنا فان يروح حلم كل طالب 200 طالب كان فيه من قبل فان يروحين بدأت أفك بكل البنات بكل بنات شرعب بنات قبل حبشي بنات موزع بنات العدين فان نروح إحنا أعادوا أمل لكثير من الطالبات لمواصلة مشوارهم التعليمي السكن الذي يقع في حوش الجامعة على بعد مئة متر من البوابة الشمالية يستوعب مئتين طالبة إلا أن ما تم ترميمه لا يتسع لأكثر من أربعين طالبة أمر جعل مئة وستون طالبة ريفية متوقفة إجبارا عن الدراسة حلم بدأ يتحقق لطالبات وجدنا أنفسهن خارج الحقل التعليمي فهل ستعمل الجهات الرسمية على ترميم سكن الطالبات بالكامل؟ سؤال يراود كل طالبة ريفية عدل عزيزة بحاني من شباب تعز تعيش محافظة الضالع جوا من القلق المعيشي جراء الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والمواد الغذائية المزيد في هذا التقرير فلنتابع من أجل الحياة يسابق الزمن لتوفير ما يمكن شراؤه من مستلزمات لأفراد عائلته في ظل غلاء المتصاعد للمواد الأساسية كالقمح وغيره من المواد الضرورية هو حاد المواطن محمد بمحافظة الضالع كواحد من شريحة كبيرة تلاعب في أسعار المواد الغذائية وارتفاع جنوني ومستمر وسط غياب لدور الجهات المختصة في محافظة تفتقر لأدنى الموارد ويخوض سكانها حربين حرب مع البطون الجائعة وأخرى مع الميليشيات الإنقلابية الناس تشكي الناس هؤلاء الناس كلهم الآن يبحثون عن من يعطينا الأقل ويبحثون عن الدولة برضو وين الدولة اللي تراقب هذه الناس اللي تذبح في البشر هذه التجارة ارتفاع أسعار المواد الأساسية تزامن مع ارتفاع الدولار وتدهور العملة لتبقى مؤشرات الوديعة السعودية في البنوك اليمنية بصيص أمل لامفراجة لم ترى النور حتى اللحظة كلنا ما يتمنى الجوع الآن المشتقات النفطة وقفت عند الحركة والعمل ليس لدينا أي حركة ولا أي عمل إلا الجوع والفقر نشتين طالب بأي حاجة ذي تنفعنا مخاوف مستمرة مع السمرار لغلاء الأسعار وتدهور الريال وكل ما يأمله المواطنون لقمة عيش كريمة يتنتجها أنظارهم نحو حكومة شرعية ما هي صانعة أمام أزمات خانقة عبد العجيزي ليه يمن شباب الضالع كرم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغرا وإلى الجمهورية للشهادة الثانوية العامة كما كرم حملة الكويت إلى جانبكم المساهمة في دعم الحفل بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم في اليمن ضمن الاهتمام بقطاعات إغاثية أخرى إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام النشرة وإليكم التفكير بأبرز عنوينها الجيش الوطني يسيطر على مثلث حيسى الخوخة ويبدأ استعادة مديرية تحيطة أمهات المغتطفين تكشف عن حالة وفاة جديدة لمغتطف تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء وأخيرا نغارة للتحالف تدمر مخزن أسلحة وأليات قتالية تابعة للميليشيا في الجوف انتهت نشرة الساعة تفاصيل الأوفا في أخبار المنتصف إلى ذلك الحين في أمان الله موسيقى 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 موسيقى